السعودية تمدد فترة وديعتها بالبنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها قرار كان كافياً لإعادة الحياة للاقتصاد اليمني أسعار صرف الريالي تجد متنفساً في الدعم المالي السعودي ومعها القدرة الشرائية لليمنيين التي باتت تراقب أسعار صرف عملتهم قبل أسعار الغذاء الريال اليمني تأثر إجاباً بوصول 174 مليون دولار إلى المصرف المركزي في عدن وهي قيمة الدفعة الأخيرة من الوديعة التي أقرتها الرياض عام 2018 دعماً للعملة اليمنية مكاتب الصرف شهدت أولى بوادر الانتعاش بعد أن ارتفعت العملة اليمنية إلى 950 ريالاً مقابل الدولار ليحقق الريال تعافياً قارب 30% منذ أواخر شهر مارس الماضي العملة اليمنية تسير في منحاً تصاعدي منذ أسابيع خاصة وأن الدعم السعودي لن يكون الأخير فبعد نجاح الإجراءات المالية السابقة في كبح الانهيار المالي أعلنت الرياض عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات دولار تساهم فيها الرياض وأبو ظبي بمليار دولار لكل واحدة منهما يجري العمل على مناقشة حوكمة آلية الوديعة الجديدة المقدمة من المملكة والإمارات بمبلغ ملياري دولار إضافة إلى باقي المبادرات الاقتصادية الأخرى خبراء توقعوا تحقيق الريال اليمني مزيداً من المكاسب بمجرد وصول الدعم الجديد ليعيد الأمل لليمنيين الذين شهدوا فقدانه لثلاثة أرباع قيمته انهيار تسبب في اندلاع موجة غلاء أضرت بالاقتصاد المنهك أصلاً